الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طبتم وطابة أوقاتكم أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة في مجال اطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه بإذن الله نتحدث في هذه الجلسة عن إدارة الغضب لذوي اطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله نقوم بعرض مبسط عن إدارة الغضب عند المراهقين ذوي اطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه الغضب شعور طبيعي عند أي شخص لكن تزيد حدته عند الأشخاص المصابين باطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه وذلك بسبب صعوبة التحكم بالاندفاعية مما يجعل المشاعر القوية كالغضب تتحكم بتصرفات الشخص فتجد الطالب يصرخ ويرفع صوته أو يشتم ويرمي الكتب أو يشتم ويرمي الكتب في كثير من الأحيان بسبب الحالة التي تنتابه من الغضب دائما نتحدث عن هؤلاء الأطفال أو مسمى الإطراب مسمى هذا الإطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فرط الحركة يشتمل كذلك على الاندفاعية فرط حركة واندفاعية بالتالي هذا الطفل لديه اندفاعية بالتأكيد سيكون لديه الغضب بشكل مرتفع وواضح عند التعامل معه فبالتالي بالتأكيد عند بقية الأطفال الآخرين الشعور بالغضب أحيانا شي طبيعي وربما تكون لديهم بعض هذه بعض المشاعر الغضب ولكن تكون أكبر وخصوصا عند المراهقين ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه تكون فيها اندفاعية أكثر بسبب المشاكل التي لديه يعني تأثيرات أكبر إذا شفتم تشوف وجه محمل ويرمي في حالة غضب شديد يعني تكون يا ربيعين يا ربيعين على التعامل مع هذا الطفل والمراهق كذلك من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه هنا بعض الخطوات بإذن الله لمساعدة الطالب على إدارة الغضب أولا اجتمع مع والديه لعمل خطة للتعامل مع غضب الطالب مهم جدا عند التعامل مع هؤلاء الأطفال دائما وفي جميع الحالات خصوصا مع المراهقين الذين لديهم فرط حركة وتشتت الانتباه اجتمع مع والدي الطفل نحن لدينا هنا المعالجة السلوكية السلوك لدى الطفل لا نتحدث عن بعض الجوانب التعليمية ولكن نركز في هذه على الجانب السلوكي اجتمع مع والدي الطفل ما الذي يثير غضب هذا الطفل بشكل أكبر كيف أتفادى حالات الغضب التي تظهر لدى هذا الطفل كذلك لتجنبها ثم بعد ذلك أقوم بعمل جداول لتعزيز السلوك جداول لمكافأة السلوكيات التي تصدر منها السلوك الذي لدينا مثلا الغضب في هذه الجلسة وظهوره بشكل ربما بشكل واضح وبشدة مرتفعة مع هؤلاء الأطفال فأني أقوم بوضع جدول تعزيز جدول مكافآت وعقابات كذلك على الأفعال التي تصدر منه هناك يجب عند التعامل معه ولأصل إلى الحل الصحيح والسليم للغضب لهذا الطفل يجب أن أكون يرى فيني الجدية عند التعامل وعند تطبيق هذا البرنامج السلوكي الذي سأقوم بتطبيقي عليه ثم بعد ذلك يجب أن يرى عواقب للأفعال التي يقوم بها عواقب بمعنى إيجابية إذا اتخذ السلوك الصحيح والتصرف الصحيح في حالات الغضب وكذلك عواقب سلبية عندما يتصرف التصرف الخاطئ ويبالغ في ردة الفعل إما من نفس جدول المكافآت والعقوبات نقوم بسحب بعض الميزات التي قمنا بإعطائه إياها أو ربما كذلك إذا كان لدينا نزهة أسبوعية أقوم بإيقافها لهذا الأسبوع بسبب المشكلة التي صدرت منه ولكن الأهم بشكل عام أن يرى مني الجدية عند تطبيق الحل لهذا السلوك والحزم عند تطبيق استراتيجيات حل هذه المشكلة التي ظهرت لدي وكذلك يجب أن يكون لدي مكافآت وعقوبات كذلك عندما يصدر من هذا السلوك من المهم جدا أن تكون هذه المكافآت والعقوبات دائما بعد السلوك مباشرة يعني عصب مرة وجلس يرمي الكتب وسوى الحركات الغضب التي دائما تصدر منه العقوبة تكون مباشرة عليه بخصم لبعض مثلا لو قمنا بوضع نجوم على سبيل المثال على كل تصرف صحيح قام به ثم في نهاية هذا الأسبوع عندما يقوم بجنب مثلا عشر نجوم خمسة عشر نجمة أوعده برحلة برية عندما يقوم بتصرفات خاطئة أقوم بسحب بعض هذه النجوم سحب ثلاث نجوم أربعة نجوم التي قمت بإعطاها إياها عندما يقوم بتصرف غضب شديد لا مبالي ما يهتم يجب أن أجعله يدرك اللحظة التي هو فيها عندما يكون في لحظة أو نوبة غضب تمر به من خلال ربطها بهذه المحفزات له هناك عقوبات عندما لا تتصرف التصرف الصحيح وهناك كذلك محفزات عندما تتصرف التصرف الصحيح مهم دائما ليستوعب ويدرك مدى أهميتها وليش خدت النجمة هذه وليش تمسح بمني هذه أن يكون مباشرة بعدما يصدر منه السلوك إن كان صحيح أو كان خاطئ أطلب منها الذهاب إلى مكتب الإشراف عندما تبدأ أزمة الغضب ليهدأ ويتحدث أو يجس بهدوء كي تمر الأزمة بسلام تفهم سبب غضب الطالب هل هو بسبب الفشل في اختبار تنمر بعض الزملاء عليه التخاصم مع أصدقائه مباشرة عندما ترى هذه الحالة من الغضب من هذا المراهق الذي لديه فرط حركة وتشتت الانتباه تأكيد تقوله أنه تعود الشيطان رجيم راح تهوب على سبيل المثال عندك فارس لديه فرط حركة وتشتت الانتباه يعني جاء نوبة غضب الهدي النبوي يغير حاله وكان جالس وعصب يقوم يتوضى ثم يروح للمشرف للمرشد الطلابي معلم اطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه يجلس يهدأ ثم يناقش معه ما هي وش السبب اللي خلاك تعصب هذا التعصيب وهذه المشاكل التي قمت بعملها وهذا كان التصرف اللي قمت فيه صحيح يتناسب مع الذي حصل لك حل وكذلك مع بقية الطلاب الآخرين كيفية التعامل مع هذا الطفل عدم إثارة الغضب خصوصا إذا كان بعض الطلبة يعني يستمتع بالتأكيد بين الطلبة وخصوصا المراهقين فيما بعض من البعض يعني يشوف الزميل يعصب يدور الشيء اللي نرفز الزميل ويخلي يعصب ويغضب ويسوي هذه المشاكل وحاول أن نبه زملاء الآخرين تنبيهم على طريق كيفية التعامل الصحيح خصوصا أن هذا الطفل لديه اضطراب وليس مثل زملائك الآخرين وعسى يعني بالكلام الطيب وإن شاء الله يعني على الأقل تخف حدة يعني من يحاول يستفز هذا الطالب إذا كان هناك شيء واضح أو يستفز هذا الطالب بالتأكيد العديد من الطلاب سيشعرون يعني بعض من يعني السعادة أن يستفز زميله الآخر ولكن يحاول إضاح ذلك لهم وأن أقل العدد المشاكل التي تحدث لهذا الطفل قدر الإمكان أشرك الطالب مع زملائه فيه جلسات تأمل وتدريب لأدارة الغضب طبعا الذي نقص الجلسات يعني حنا نقول اجلس اجلس الحال يجعل الطفل هذا يجلس الحاله أعطي ورقة يقول له اكتب لي واشي اللي خلاك تعصب يا حبيبي مثلا ده كان عندنا فارس نقول لدي فرط حركة واشي تزدبها أمسك هذه ورقة اكتب فيها واشي الأسباب اللي خليك تكتعصب يا فارس يقول فلان ضربني فلان مدريش سوالي فلان ادرمه علي قلم هذا استفزني قال لي كلام قم بكتابتها في هذه الورقة بعدين اكتب هل التصرف اللي قمت فيه يا فارس يعني هل الصواب اني اقوم بهذه الدرجة من الغضب واشقق الكتب ولا ارمي كتب ولا اقعد ازاعق اخلي كل المدرسة تسمع هل هذا الفعل والتصرف هو الصحيح وثم كذلك سؤال ما هو التصرف الصحيح بإمكانك بمعنى وضع هذه الورقة وتضع فيها ما ترى مناسبا ويلامس المشاكل السلوكية التي ترى في هذا الطفل وتجعله يقوم هو بالكتابة ليدرك السلوكيات التي صدرت منه نحن دائما نتحدث عن هؤلاء الطفال والمراهقين كذلك لو يفرض حركة وتشتت وتنتباه لديهم مشاكل حتى في ادراك السلوكيات التي تصدر منهم أريد أن يجعله يدرك بشكل أكبر أنه قمت بهذا الفعل الصحيح سلوك خاطئ سلوك صحيح ادراك أكبر ووعي أكبر بالمشاكل والسلوكيات التي تصدر منه اجعل الطالب يسأل نفسه ما الذي جعله يغضب فبهذا يستطيع حل المشكلة أظهر للطالب بعضا منه الاحتمام والاحترام ومن ثم أسأله إذا كان يريد الحديث عن سبب غضبه بالتأكيد دائما أهم شيء في التعامل مع هؤلاء الأطفال والمراهقين ذوي الطراب فرط الحركة وتشتت انتباه أن يكون تعامل المعلم معه بصدر رحب لا يشعر بالغضب بشكل سريع منه يدرك أبعاد هذا الاضطراب الذي لدى هذا الطفل فتكون علاقة ودية أكثر مع هذا الطفل الطفل يشعر بالثقة أكثر تجاه هذا المعلم فبالتالي بإمكانه عندما يهدأ أكثر أن يقوم بالحديث مع المعلم وبيان ما هي المشاكل أو الأسباب التي جعلته يغضب هذا الغضب والمعلم بالإمكان كذلك أن يوجهه عن التصرف الصحيح ليتعامل معه إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم شكرا لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر